ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطه فالخالق البالي ومصوره الله لذلك الله هو خالق، هو البالي، هو المصور اللهم نسألك من جهد البلا ودرك الشقى والناس يتبعونهم في الفكر في العبادات وفي المعاملات اللهم يتبعونهم في قلوب كارجاك وقطع رجاك كيف أنك عين لا تبين؟ وكيف أنك عين لا تبين؟ كيف؟ سم been here since 10 оп this morning it's now an we at 10 provides 12 hours and alhamdulilah very very beneficial took a lot of notes and learnt a lot today basically JazakOkaylal salam wanda conference beneficial alhamdulilah i found it very beneficial mashAllah it's really good مرحباً لديهم من أجل أجل معاً مرحباً لديهم من أجل أجل كما تحصل على الأعلى كما يحصل على الأجل تحصل على الأجل أجل يا رجال من البطعة الأسباب يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة كما تعلمتم فإن هذه المحاضرة عن الدعوة السلفية والشهوهات حولها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعض الشيخ عبد الحامد والصلاة والسلام أما بعض الشيخ أمام الله والسلام 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 وفي البداية لا بد أن نتكلم قليلاً عن تعريف هذه الدعوة ولماذا إتباع منهج السلفية كما قلت لنبدأ بأنه يجب علينا أن نتحدث عن ماذا يتحدث عن ماذا يتحدث عن دعوت السلفية ويجب أيضا أن تحدث بعض الأشياء عن لماذا يجب علينا أن نتحدث عن ذلك هذه الكلمة السلف تدل في اللغة العظمية على ما مضى وتقدم الشيخ قال أن هذه الكلمة السلف في العلمية العربية يعني ما يتحدث عن ما يتحدث عن ما يتحدث عن ما يتحدث عن الماضي فهو يقصد به كل ما كان متقدما في الزمن وبذلك فالسابقون هم سلف لنا ونحن خلف ثم نحن نكون سلفا ويقصد به كل ما يتحدث عن ما يتحدث عن الماضي وفي هذا البحث أو في الكلام في مسائل الشبيعة في مسائل العقيدة والشريعة نقصد بالسلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص He mentioned the meaning of a salaf linguistically and now he said religiously, the technical meaning when you hear the salaf in the sharia, in the religion the object, the goal behind it is the companions the companions of the Nabi صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمال وينحق بالسلف أيضا ويعد منهم التابعون لهم بإحسان أي التابعون للصحابة بإحسان من الجيل الأول والثاني ثم من لحق بهم بعد ذلك وكان على عقيدتهم ومن أجههم he said also those who are connected to those companions who are the salaf are the followers of the companions those who follow the companions with إحسان and they are considered and they constitute the two first generations the companions and then the tabi'oon and then everybody who came after that who was upon their aqidah and who was upon their menhaj في الجملة أهل السنة والجماعة وأكثر الألفبق يتفقون على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدح فيهم ولا يطعب فيهم إلا أغافضة the shaykh he said إخواني that generally speaking في الجملة generally speaking أهل السنة والجماعة and the rest of the different Islamic groups and sects they are in agreement and they have an اتفاق they are unanimous concerning the virtues of the Nabi صلى الله عليه وسلم's companions so the shaykh said that all of the groups in Al-Islam all the sects in Al-Islam they are in agreement concerning the superiority of the companions of the Nabi صلى الله عليه وسلم and none of them talk bad about them and none of them through disparaging remarks towards them and none of them frown upon them with the exception of the Rafiqah وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نص على تزكيتهم ومدحهم والثناء عليهم في آيات كثيرة and that's because the reason why all of them are in agreement is because Allah عز و جل has mentioned them in the Quran and he showed that they were pure he showed that they had the tazkiyah from Allah he also praised them and gave them and he subhanahu wa ta'ala also raised their station كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوهم بإحسان as Allah mentioned for an example and the first Muslims the vanguard of Palestine from the مهاجرين and from the أمصار and those people who followed them with إحسان رَوْيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ Allah is pleased with them and they are pleased with Allah وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ and Allah has prepared for them paradises under which rivers flow خالدين فيها أبدا they will be in those paradises forever eternally ذلك الفوز العظيم and that is the true felicity والآيات في فضل الصحابة وعظيم منزلتهم كثيرا وَكَذَلِكَ الْأَحَدِيثِ فَلَا مُطِيلُ فِي ذِكْرِهَا بسبب ذلك الله the shaykh said in there many many ayat of the Qur'an that talk about their virtues and talk about the high station and the exalted place that they've been given and many many ahadith do the same thing so we're not going to take a lot of time mentioning all of them because the time is already short فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي تبك هؤلاء الصحابة على عقيدة واحدة وعلى دين واحد حباداتهم صحيحة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فكانوا هم الجماعة الأولى التي حملت الإسلام the shaykh said that when the nabi died صلى الله عليه وسلم he left behind those companions رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ he left them upon the correct aqidah and he left them upon the correct religion on the same aqidah on the same religion their ibadah was authentic it was the ibadah that the nabi taught them صلى الله عليه وسلم and as such they are considered to be the jama'a the first jama'a that carried the true message of islam ثم بعد ذلك حصل التفررق والاختلاف في الأمة after that there was some تفررق that happened and the muslim أمة started to divide and to fall into shisms فلو أودنا النصلحة حال الأمة ونجمع كلمتها if we wanted to correct the condition of the أمة and we wanted to rectify it فإذا جمعنا الأمة على جماعة من هذه الجماعات أو فرقة من هذه الثلاء if we wanted to rectify it by gathering all of the different groups and we made them under the umbrella of one group فإن الجماعات الأخرى لن ترضى بذلك ولن تقبل ذلك the other جماعة that are not a part of that group and identified as being from that group they're not going to accept that لأن لكل جماعة إمام وعالم وكذلك لكل فرقة لها أراؤها وعقولها and the reason for that is because every one of those different groups they have their إمام they have their teacher each and every one of those groups they have their understanding and they have their statements that are peculiar to them ولكن بما أن هذه الجماعات كلها متفقة على فضل الصحابة وعدالة الصحابة كما قلنا ما عدا الغافضة فينبغي عليها جميعا أن توجع إلى الصحابة لتجتمع كلمتها على فهم سليم للدين and she has said that because all of these groups they are in agreement about the virtues of the صحابة and they know about the adala and the position of the religions the deen of the companions as we mentioned everyone except the rafida because of that fact it is necessary for everyone to turn back to the way of the companions and in doing so that تفرق their كلمة their unity is going to be realized وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى we will send him off to that which he wants to be upon ونصله جهنم وساء أتواصيبه and we'll cause him to go into the hellfire and what an evil abode الله سبحانه وتعالى ذكرا في هذه الآية من سورة النساء ذكرا أمغينين الله سبحانه وتعالى in this ayah from سورة النساء he mentioned two important issues in the ayah أولا يشاقق الرسول the first one the first one to be in opposition to the Rasul أي يخالفه ويعرض عن منهاجه وحده to go against him and to turn away from his methodology and what he called to ثم ذكر أمرا آخر and then he mentioned the second point in the ayah ويتبع غير سبيل المؤمنين and that is that they follow other than the way of the believers إذن الهداية so therefore guidance لا تكون إلا باجتماع هذي لغير اتباع الرسول واتباع سبيل المؤمنين there can be no guidance unless these two factors are present the first one is following the Rasul صلى الله عليه وسلم and following secondly the way of his companions ومن هم المؤمنون who are the believers in this ayah هذه الفرق الإسلامية هي مختلفة فيما بينها وبعضها تكفر بعضا the shaykh said that all of these different groups all of these sex they have اختلاف between themselves they don't agree with one another to the point that some of them even excommunicate others and say تكفير on them فإذا لابد أن يكون هناك طائفة هم المؤمنون حقا والداخلون في هذه الآية قبل أن تكون هذه الفرق وهذه المذاهف the shaykh said that so therefore it necessitates that there has to be a group of believers who are true believers the true believers who are inside of this ayah that's being mentioned so that the other groups will find that they have to follow that particular group of believers who are really believers so those people who are the believers of Allah mentioned in this ayah they are the companions the noble companions who Allah mentioned and mint in this ayah من وجهين من وجه الأول أنه لما نزلت هذه الآية لم يكن هناك مؤمنون غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم the companions are mint as the believers in this ayah for two reasons two angles number one when the ayah was revealed they were the ones who were the believers at that time there were no other believers other than them so from that angle it shows they're the real believers فإذا ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة so the statement of the ayah and they follow other than the way of the believers then clearly it means the way of the companions النقطة الثانية أو الوجه الثاني the second angle that this ayah is showing it means the believers أن الجميع متفق على فضل الصحابة وَعَدَالَتِهِمْ وَأَمَلَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ حَمَلُوا هَذَا الدِّينَ وَنَقَلُوهُ إِلَيْنَا is that all of the Muslim groups as we mentioned they are in agreement that the companions they have adala in the religion they were the ones who carried the religion they were the ones who were the real example of the religion so from those two angles the believers are the companions ثم المسألة الأخرى أو الدليل الآخر من أدلة وجوب اتباع السلف الصالح الذين هوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم إحسان another دليل that shows the importance the obligation of following the companions رضي الله عنهم that they deserve to be followed is the ayah that says and those who follow them in إحسان the prophet صلى الله عليه وسلم did not die until he clearly explained to the companions what was the deen فلم يكن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقط تبليغ القرآن بل كان يبلغ القرآن ويفسره و يعني يشرحه للصحابة الكرام وكذلك أيضا يمارس الدين ويقيمه أمامهم حسا the Nabi صلى الله عليه وسلم it wasn't his responsibility his job as a walifa just to explain or to relay the message it was his job to also give the tabseer of the message it was his job to give an explanation of the message to the companions and in addition to that he used to make the mumarisa he himself used to hands on show them the practical application of what was revealed to him فأنا لو قرأت في القرآن الكريم مرارا وتكرارا فلنأفهم كيف الصلاة وكيف الزكاة وكيف الحج the shaykh said if I were to read the Qur'an multiple times many times I read the Qur'an different issues that were mentioned in the Qur'an no matter how many times I read the Qur'an I'm not going to know how to make salat I'm not going to know how to give zakat I'm not going to know how to make hajj لكن هذا كله نفهمه عن طريق الصحابة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقول لهم صلوا كما رأيتمون يصلي كان في حجة الوداع يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم وهكذا تعلموا العلم من النبي صلى الله وَتَعَلَّمُوا مَعَهُ العمَل the shaykh he said the nabi just didn't relay the message but he explained the tafsir and the shaykh and all of those things and he showed them the mubarisa and he also taught them and helped them to understand the correct way of applying what was revealed for an example the issue of a salah the nabi he used to pray with them صلى الله عليه وسلم and he was the one who told them pray the way you see me praying when he performed the hajj he gathered them together and he told them take from me the manasik of the hajj learn from me the hajj so the point is that they learned the way to practice religion from the nabi صلى الله عليه وسلم وَقَدْ اجْتَمَعْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع أو ما لم يتيسّو ولن يتيسّو لأحد من العالمين and concerning the companions in terms of virtues and good and opportunity there are certain things that they had that no other group of people had just based on the strength and the virtues that they were with the nabi صلى الله عليه وسلم وَلِهَذَا هُمْ الْأُسْوَى وَالْقُدْوَى فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْتَوْبِيَةِ وَالْتَزْكِيَةِ as a result of that they are the example in terms of the actions that we do they are the example in terms of the قُدْوَى we have to be like them they are the example of the تَرْبِيَة they are the example of the purification and the تَزْكِيَة that people are striving for كيف ذلك how is that if you want to give therapy and you want to train and teach a group of people there has to be a leader from amongst them who's going to be the teacher this individual who's the leader who wants to give تَرْبِيَة to this group of people he won't be able to do so he won't be successful in what he wants to do except that three things have to be present three things have to be taken care of أَوَّلًا أَنْ يَكُونَ أَلْعِلْمُ الَّذِي عِنْدَهِ نَقِيًا صَاغيًا لَيْسَ فِيهِ خَلَلْ first thing is that the knowledge that that murabbi has that he's trying to develop and cultivate the other people on the knowledge that he has it has to be knowledge that is pure it has to be knowledge that is it has to be knowledge that doesn't have it doesn't have any holes of problems with it ثانيا أن يفهم هذا العلم الذي عنده فهما صحيحا ومطابقا للواقع secondly is the knowledge that he has it has to be a correct the understanding of that knowledge it has to be understood correctly and it has to be in harmony with the واقع or the reality that the people are dealing with what he's dealing with and what they're dealing with الأمر الثالث أن تكون لديه القدرة على على إصال ما علمه وفهمه إلى الآخرين وتربيتهم على ذلك بشكل صحيح وبشكل يعني مثمر أهلاً وأنتم فكروا في هذي لوموو الثلاثة I want you people to concentrate and contemplate and consider these three things. أحيانا المعلم أو المربي أو المدرس يكون فاشلا لأن مصدر علمه مصدر فاسد وإن كان فهمه جيدا وأسلوبه وطريقته جيدا. أحيانا المعلم أو المعلم أو المدرس هو العلم أو المدرس هو المدرس. إن كان فاشلا لأنه لا يستطيع بأنه فالمدرس هو فاشلا لأنه يوسط بأنه مصدر علمه مقصدر. لأنه يمكن أن يكون هذا الأستاذ عنده علم صحيح لكنه ما فهما هذا العلم فهما صحيحا فيعلمه بطريقة خاطئة أخرى هو أن هذا الناس الذي هو علم يمكن أن يكون معرفة لكنه لا يوجد معرفة معرفة وعندما لا يوجد معرفة معرفة لا يوجد معرفة الذين يحاولون أن يتعلم وقد يكون عنده العلم الصحيح والفهم الصحيح ولكن ليست لديه القدرة على التعليم الصحيح والتربية الصحيحة يمكن أن يكون معرفة 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 ولكنه لا يوجد معرفة 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 يمكن أن يكون معرفة 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 كما تكون معرفة 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 لقد كانوا تماماً في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا تماماً في المدينة الذي كان مصدقاً بمصدق النبي صلى الله عليه وسلم أما العلم فمصدق علم النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي نوحة فإذاً السحابة الكرام اخذ العلم الصافي النقيق ليس هناك حديث من ضوعة ولا أكاذيب ولا إسبائريات بل ليس بينهم وبين الوحيد إلا واسط واحدة وهي النبي صلى الله عليه وسلم So based upon this first issue about the knowledge that they had, the one who was giving them the knowledge, the companions رضي الله عنهم, they took that knowledge and it was pure, unpolluted, undiluted and it came, it wasn't from the weak hadith, the hadith that are lies and fabricated, it wasn't from the narrations of the Israeliat, it was no middle man, no intercessor between them and the actual revelation itself, except the Nabi صلى الله عليه وسلم أما في الفهم فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل درجات الفهم لما يوحى إليه As for the second issue, that's comprehension. The Nabi صلى الله عليه وسلم, no doubt about it, his understanding concerning what was revealed to him is the most and was the most complete and perfect understanding that there was أما قضية التعليم والتربية والتسكية فالله سبحانه وتعالى قد زكاه في ذلك ومن نبيه على المؤمنين كما ذكر في كتابه الكريم And concerning the issue of teaching, the issue of tarbiyah, cultivating and educating people, the issue of purifying people and tazkiyat, then all of these issues have been attested to by Allah عز وجل and mentioned and described in the Qur'an in many, many ayas, many, many places طيب إذن هذا الفهم العام كان في بيان وجوب اتباع السلف والصحابة الكرام So what we just mentioned in this introduction, it is more than enough for a person to understand and comprehend the application of following the صحابة الكرام رضي الله عنهم فإذا عرضنا هذا فسيكون هذا مدخلا لقسم الثاني من المحاضرة وهو في بدي الشوهات فنقول أن هذه الدعوة الدعوة سلفية إنما هي قائمة على الدعوة لعودة المسلمين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه So if this introduction that we just gave to you, if it is understood correctly then it's going to be the مدخل that's going to help you to understand how to refute the misunderstandings that people have in regard to the دعوة السلفية and we say about the dawah السلفية that it is a dawah that is predicated and standing up upon calling the people and inviting the people to come back to the understanding of Al-Islam that the Nabi has صلى الله عليه وسلم and his companions وَأَعْمَرُ مَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَا أَصْلَانِ عَظِيمَانِ جَانِعَانِ لِمَعْنَ الدِّينِ كُلِّهِ And the greatest point, principle, fundamental, valuable, dynamic concerning this dawah are two things that are comprehensive and they are complete and they are beneficial, two points وهما أولا التوحيد وثانيا الاتباع The first one is التوحيد which is the oneness of Allah عز وجل and the second one is الاتباع فَالُّمَا الظَّابِيَا Unconditional وهما الشهادتان And these two, they are in bite in the shahada, they are the two shahadas فَمَعْنَ لَا إِلَهَ إِلْ اللَّهِ So the meaning of لا إله إِلَ اللَّهِ أي لا معبود بحق إلا الله is that there is no God worthy of worship except Allah وهذا مما يوجب توحيد الله عز وجل ونفع الشرك and that's what is an obligation upon the people concerning the oneness of Allah and pushing away and negating and shirk ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم and the meaning of محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نتبع في أمر الدين إلا إياه is that we don't follow anyone unconditionally in the affairs of the religion except رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتعبير آخر الحمد لله ديكم الله و يسبر and another way of putting this forward another statement أن لا نعبد إلا الله that we only worship Allah وأن لا نعبده إلا بما شرعه and we only worship Him based upon what He legislated وطبعا لما تؤكد على هذا الأصل وتبينه وتنشره بين الناس and no doubt when you make a techie and you're unsure about this issue and upon this issue you start to spread it amongst the people there is no doubt that many of the Muslims concerning these two points توحيد and الاكتباع many Muslims have fallen into mistakes concerning both of those issues إما في باب التوحيد والاعتقاد either their mistakes come concerning توحيد and what they believe in in the عقيدة وإما في باب العبادة والشريعة or in the issue of how to worship Allah and what has been legislated ومن هنا تبدأ الشبهات على هذه الدعوة لأن في ذلك مخالفة لكثير من أهواء الناس وعاداتهم وتقاليدهم and here begins the شبهات that the people have because the reality of this توحيد and الاكتباع is in contradiction to what they're doing in terms of their understanding in terms of what their group is upon and in terms of their cultural practices فمن ذلك شبهة أن الدعوة السلفية تفوقف بين الناس for example the first misunderstanding comes when they say that the دعوة السلفية is a دعوة that separates and disunites the people ونحن قدمنا في المقدمة التي قدمنا بها الجواب على هذا ما هو الجواب الجواب بالعكس أن هذه الدعوة هي القادرة على جمع المسلمين على أصل يتفقون عليه وهو هذا الأصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهم وصيرتهم ومن هاجهم The Shefi said the answer to this misunderstanding has already gone forward in what we mentioned in the introduction and that is we already explained that the دعوة السلفية is the دعوة of following the companions following the Nabi's companions and we explained that this دعوة is those companions they are the asal or the fundamental or the understanding in which everybody is in agreement that their superiority in their station in their place being upon what the Nabi was upon and those companions so that is bringing the people together وإنما يأتي التفوق والاختلاف عندما تدعو هذه الفرق والجماعات إلى أحزابها وإلى جماعتها فهذا يدعو إلى الاشعرية فالما تريد لا يقبل والما تريد يدعو إلى كذا والمعتزر لا يقبل وهكذا فإن كل حجين بما لديهم فرحون The shaykh he said what happens in reality is that the division and the schisms and the breaking apart it comes as a result of the اختلاف that those different groups have the way they understand the religion the way that they practice the religion the fact that each and every group is calling the people to their hizb to their party or to their jama' to their group the maturidiyah they have their own program the mu'tazilah they have their own program and each and every one of them is satisfied with their program as the ayah said every hizb from amongst them is happy with what is with it وَجَمْعُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعْدَمُوا الْتَفْرِيقِ بَيْنَهُمْ وَالْحَفْ عَلَى الْتَآلُفْ وَالْتَحَابِ بَيْنَهُمْ هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْدَعْوَ الْدَعْوَ الْسَلَفِيَّةِ and according we should know that bringing the unity of the Muslims so that the word is one and not being divided amongst the Muslims and having a ta'aluf making a conscientious effort to make sure people are together the shaykh said this is from the most important principles of the salafiyya not to divide the people وَلَكِنْ هَذَا لَا يَعْنِي تَوْ كَلَامُهُ بِالْمُعْوُفِ وَالْنَهِي عَلْمُنْكَةِ وَالْتَنْبِيحَ عَلَى الْخَطْرَةِ وَتَصْحِيحِ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ but in trying to keep the people united and this being an asul from the most important asul of salafiyya making and keeping people united that doesn't mean that we should abandon الْأَمْرَ بِالْمَعْرُفِ and النَّيْهَ مُنْكَرْ it doesn't mean that we shouldn't tell people who made mistakes that's a mistake over here, that's a mistake over there it doesn't mean that people should just allow what is wrong to have had it وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا أَمَرَنَا فِي كتابِهِ أَمَرَنَا بِالْإِجْتِمَاعِ وَنَهَانَ عَنِ الْتَفَرُقُّ لَمْ يَجْعَلْ ذَالِكَ مُطْلقًا بَلْ قَيَّدَهُ بِمَاذَا؟ بِالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ الْمَتِينَ and Allah Azra Jalla to prove this point further when he ordered the Muslims to be together and he prohibited them from being apart he didn't order them to be together and warn them of being apart and divided just open ended just like that but instead he made it tabir and he specified how they should be together and he specified how they shouldn't break apart and he said by holding on to the rope of Allah having an إِعْتِصَامِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى أَنْ أَكِيمُوا الدِّينِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ and that's why Allah said in the ayah that you establish the deen establish the deen and don't have this tafarro don't be divided amongst yourselves وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهِ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ another ayah said in Berlin this is my sirat that is mustaqim so follow it and don't follow the divergent paths or they will lead you away from my way number two from the misunderstandings misconceptions is that some people believe that السلفية are against the four imams this is not authentic never has been authentic or true as a matter of fact those imams they are our imams they are our imams and they are considered to be from our salaf welisir other imams imam mad'i al-imams ad-imams amd iam al-imams 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 not the word is not from the that they are imams al-imams أسول الإمام محمد بن إغريسي الشافري أسول الإمام أحمد بن محمد بن محمد رحمه الله ثم لا دعوة إنه رلماء ثلاثة من الإمام أعلى الحديث الذين تنaciously followed الذين يتبعون رضي الله عنهم أجمعين ويقوموا ورسpecked الذين يتبعون هؤلاء لهم فقه الناس يتبعونهم في الفقه في العبادات وفي المعاملات ويقوموا ورسpecked لهم فقه their comprehension of the legislation of the religion and the people follow them in their فقه issues و لكن ألم تكن لهم عقيدة يعني هلهم تكلموا في الفقه وفي المعاملات وفي البيع والشباء وكانوا من غير عقيدة أو كانوا جهلاا في العقيدة و لكن although they were فقه فقه and people follow them but does that mean that they didn't have العقيدة و are they people who just talked about the fiqh of the معاملات how to buy and how to trade that's all and they left the issue of العقيدة and they were ignorant about العقيدة and that's a rhetorical question the bishop put forth ولا شك أن الحقيقة أن هؤلاء الأئمة كانت لهم عقيدة صحيحة وكانوا أئمة في الاعتقاد كما كانوا أئمة في الفقه شك said no doubt the reality of this situation is that these three men they had the correct عقيدة and they were imams of الاعتقاد وعقيدة and just as the people followed them in fiqh people followed them and should follow them in عقيدة ولا شك أن كل هذا موثق وموجود في الكرتب ونعلم من سيرة هؤلاء الأئمة أنهم كانوا من أشد الناس على أهل الكلام والفلسفة والرأي في دين الله عز وجل and all of that what we mentioned about them being imams of الاعتقاد and all of that being people who followed in الاعتقاد all of this has been safeguarded and brought together for us and mentioned in the books of fiqh and the history of those three imams clearly illustrate and show that they were some of the toughest people the three of them against the people of rhetoric the people of kalam and against the people of philosophy and against the people of opinions the أصحاب الرحيم أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فنحن نعلم أنه كان بينه وبين أهل الحديث خلافا أسول إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فنحن نعلم أنه كان هناك خلاف في مسائل علمية لا يذكرون الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلا بالخير والثناء عليه وإن كان هناك خلاف في مسائل علمية في مذكورة في الكتب the sheikh said although we know that there were some issues between him and some of the imams of Al-Hari nonetheless the a'imma of this da'wah as-sarefiya they don't mention الإمام أبو حنيفة except with khayr and they don't mention him except by praising him and putting praises upon him although they did exist as we mentioned some masail fiqhiyya there were some masail al-ilmiyya some academic scholastic issues that there were some problems and some ikhtilaf concerning them ولو كان عندنا وقت لذكرنا كلام الشيخ اسلام ابتيمية وابن القيم وابن كثير والحافظ الميزي وابن عبد الهادي والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم كثير وكثير جدا من الإمام المنتقدمين والمتأخرين في الثناء على هذا الإمام والاعتراف له بالعلم والفضل والفقه في الدين الشيخ said if there was time if there was time it would be easy for us to mention to you the examples الشيخ السلام ابن القيم وابن القيم وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وابن عبد الهادي وابن عبد الوهاب many of the men of the past from the متقدمين and from the people who came later on who all mentioned that الإمام عبد الهادي was an individual scholar who had knowledge who had virtues who had an exalted position amongst people of ahli al-ilm فلذلك ما يصدر عن بعض الجهلة أو بعض الشباب المتحمس من الإساءة لهذا الإمام العظيم لا شك أن هذا إساءة من هذا الشخص وهو يتحمد إثمه أمام الله عز وجل ولا يوافقه في ذلك أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرين الشيخ said that as for what we've seen that has come from some of the jahala ignorant people and from the shabab al-mutahamisin the excited youngsters who have a lot of energy where they say some negative things about الإمام Abu Hanifa in reality that is negativity that comes back on the person who said it before his الإمام Abu Hanifa the one who said it it comes back to him because he's going to be responsible for what he said about الإمام Abu Hanifa in front of Allah not only that but those jahala and those shabab al-mutahamisin not only that but they are not what they're saying about Abu Hanifa is not consistent and in muwafaqah is not what anyone said from the ilmah of the past from those who are from the mutakaddimin the long time ago those who came later from the mutakhirin and those who are present today from the present day contemporary people of al-al-tad-ilm ولا أطيل في هذه المسالة ولكن أدبه على مقطة أراها مهمة The shaykh said I'm not going to talk more about this issue to make it long but I would like to address and point to one very important point يجب أن نعلم جميعا we all have to know and understand أنه عندما نقول الدعوة السلفيية when we say الدعوة السلفيية فنحن نقصد فهم الإسلام كما كان على عهد سل الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام Then the meaning of the Gawet السلفي when we mention that is to understand the religion of al-islam the way it was understood by the companions رضي الله عنهم during the time of the Nabi صلى الله عليه وسلم مسائل التوحيد الاعتقاد مسائل أصول الدين وأصول فهم الإسلام وممارسته والعمل به هذه هي الدعوة السلفيية So the issue of al-tawheed the issue of the asool of al-tawheed the issues of understanding the religion the issue of the practical application of al-islam and working within the religion this all encompasses and it is al-salafiyya 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 does not mean a madhah that is a fiqh madhah we are probably listening very well we will learn and learn very well the book of al-salafiyya many of us I'm sure you have heard the book that we've learned we heard about it the explanation of the book of the al-salafiyya al-salafiyya the one who ordered the book who wrote the book al-tawheed is al-imam abu-jafr al-tawheed and the one who explained the book and gave the explanation of the book is the halafi iman ibn abu-l-iz al-hanafiyya al-salafiyya al-mualifan halafiyya so this book is a reference an important reference for the al-salafiyya al-salafiyya and the one who offered it and the one who explained it about halafiyya and from the books of tafsir that are from the most important books of tafsir is the tafsir of the quran al-azim by the great scholar al-imam abu-fida ismail bin kathir and he was a scholar of the shafi imanha and from the famous personalities who helped the sunnah and who gave dawah to the sunnah and defended the sunnah is the great scholar al-imam abu-umar ibn abdu-l-ibar and he was maliki and we have learned that this book is the the al-imam abu-umar and this book is not that is the al-salafiyya that is not one of the al-l-ibar and this book is the al-fiyya al-imam abu-umar أَيْنَ تَضَعُ يَدَكَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ الْصَدَرُ تَحْتَ السُرَّةِ فَوْقَ الْصُرَّةِ كُلُّ ذَلِكَ وَارِدٌ عَنْ أَيْمَةِ السَّلَفِ وَالسَّلَفْ نَفْسُهُمْ أَيْمَةُ الْحَدِيثِ مُخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ So the Sheikh said about all of this point, all of this point. This one has a book of Aqidah Halani. That one over there, he has a book of Tafsir and Shafiri. This one over here, he's a Faqidah, he's Mariki. And all of them are from the Imams of a Salafiyah. The Sheikh said the point here is that a Salafiyah, the Masa'il al-Fiqh, it is not Salafiyah. A Salafiyah is not a mabhab of Fiqh. That's not the point. He said no doubt concerning the issue of Fiqh, each and every one of the people, you have to have an ardent desire and have hips to try to find out where the delir is and Fiqh to do the right thing. But these issues, it's not the Salafiyah that we're talking about. When it comes to praying, where do you put your hands? Do you put your hands on your chest? Do you put your hands right above the navel? Do you put your hands right below the navel? He said all of these points are positions that were narrated by scholars of the Salafiyah. All of them brought these points. put it here, put it here, put it here. The Sheikh said the individual has to do his best to try to figure out what's closest to the truth he followed. But those imams who said put it here, put it here, put it here, all of them were followers of Salafiyah. And all of them were imams of knowledge. وَأَخْتِمُ بِالشُبْهَةٍ أُخْرَى وَالشُبْهَةٍ كَذِيرًا لَكِنْ مَا عِنْدَنَا رَبْشْتُ لِذِكْرِهَا قَضِيَةَ التَّكْفِيرُ وَأَخْتِمُ بِالشُبْهَةٍ أُخْرَى We're going to complete this city, Inshallah, we'll tie this assembly with the last one. And although it's the last one, there are many, many that we can mention, but this one now is, no, we don't have time and this one is important. And that is the issue of التكفير, excommunicating people and throwing them outside of Islam. باختصار التكفير موجود عند جميع الفرق الإسلامية. إخواني, with summarizing, summary, التكفير, excommunicating people, it is a process that all of the religions have. مسلم عاقر يقول أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما ولا يكفر مهما فعل إلا بعض الفرق الضالة التي يعني نوجو أن لا تكون موجودة الآن على وجه الأرض إلا ما شاء ربك. The shaykh said, what there is no doubt about is that there is no Muslim who has his intellect. who says and believes if a person says, any person, he says لا إله إلا الله and just because he said that no matter what he does and the other things that he said there is no Muslim who says just because he said لا إله إلا الله he's a Muslim just because he said that irregardless of what he's doing concerning other things. The shaykh said the only people who believe something like that are some of the really astray groups that we hope when we pray to Allah they're not present on the face of the earth except that Allah willed it. يعني هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يسوب الله ورسوله ويهين القرآن ويطعن في الدين ويسوب النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤقل أنه يبقى مسلما So here's an individual who says لا إله إلا الله محمد رسول الله but he doesn't pray he doesn't give zakat he doesn't pass he doesn't form a hajj he curses Allah He douts the Qur'an and he pokes holes in the Qur'an he is criticizing the deen he curses the nibi صلى الله عليه وسلم is there anyone that's right mind who's in doubt about what he's a Muslim فإذا التكفير لا بد منه So therefore إخوالي تكفير and excommunicating people is something that is necessary وهذا حقيقة موجود حتى عند الأديان الأخرى and this is something that is a reality even with the other religions يعني افترض أن شخص نصراني let's just imagine that there is a person who's a Christian يذهب إلى الكنيسة he goes to the church ويقول لأقاهب أو للقصر he says to the preacher in the church يقول له أنا لا أعتقد لوجود الله he said to the preacher in the church he said I don't believe that Allah is present وأعتقد أن هذا الإنجيل أنتم كتبتموه and I believe that this Bible you people wrote the Bible yourselves ولا أظن أنه كان في التاريخ شخص اسمه عيسى and I don't believe in history there was ever a personality his name was عيسى Jesus فهل تتصورون أنه يقول له حتى لو قلت هذا فخلاص أنت أولدت نصرانيا وأنت تبقى نصرانيا do anybody believe that the preacher the priest is going to say to the one who said all of that hey hey you still a Christian because you were born a Christian you was raised as a Christian you a Christian هذا لا يعقل that is something that doesn't make sense فإذا لا بد من التكفير التكفير موجود عند كل الأديان في كل الأديان وموجود عند المسلمين وموجود عند كل الفرق الإسلامية وموجود عند أهل السنة والجماعة so the point of all of that is we have to have تكفير we have to excommunicate people it's something that's present in الإسلام it's something that's present in other religions it's something that the people of أهل السنة are bowing upon لكن ما هو الفرق بين التكفير عند أهل السنة والجماعة عند آهل الحديث عند السلفيين وعند باقي الفرق الإسلامية but now the question is this تكفير which is present in every religion what is the difference between the تكفير that أهل السنة is upon the أهل الحديث السلفيين what's the difference between them making تكفير excommunication and the other groups that are not salفي in الإسلام أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن التكفير حق خالص لله عز وجل أهل السنة إخواني they believe that making تكفير is the right of Allah and no one else shares with Allah in that right وليهذا لا يكفرون إلا بدليل واضح بيّن and the manifestation and proof of that is أهل السنة they don't make تكفير of people except when there are clear and concise proofs that don't leave any room for ambiguity ما معنى هذا الكلام معناه أنك لا تكفر لأنه كفرك what does that speech that we just said mean what does it mean it means that you don't make تكفير of someone because he made تكفير of you so you made تكفير back وهذا بخلاف الفرع and that is in opposition to the other groups in Al-Islam الخوارج حتى الأشاعر بعضهم يقول نحن لا نكفر إلا من كفرنا like the خوارج and the أشاعر some of them are the opinion and they say we don't make تكفير of anyone except those who make تكفير of us هذا يقوله بعض الأشاعر أما الخوارج فيكفرون كل من لم يوافقهم the أشاعر they are the ones who say we don't make تكفير of all the Muslims except if they make تكفير of us whereas the خوارج on the other hand they make تكفير of everybody who opposes what they're upon what they understand أما أهل السنة والجماعة أسفى أهل السنة والجماعة فيقولون حتى لو أنت اعتذيت عليه ظلمتني بالتكفير فأنا لا أقابلك بالتكفير لأن التكفير ليس حقا لي بل هو حق الله ولا ربدا فيه من دليل so the person of al-s-sunnah he's going to say although you have oppressed me and you've exceeded the bounds and the limits and you may get tida against me I'm not going to make تكفير of you because you make تكفير of me and that's because this whole process of excommunicating people and making تكفير it is something that belongs to Allah by himself not to me هنا عندي كلام كثير لشيخ الاسلام ابنتين رحمه الله ولشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغير ذلك في تقرير ما ذكرته لكم لكن ضاق الوقت ولا نستطيع أن نذكر ذلك لكن يمكن أن تراجع ذلك في الكتب شهر في سيد إخواني in front of me right now is a lot of kalam the speech and the writings of شهر الاسلام ابنتيني شهر الاسلام محمد بن عبد الوهاب concerning what I was just mentioning that تكفير is the right of Allah making تقرير of this issue where they wrote things that support what they're saying but there's no time to deal with it so anyone who wants further elucidation elaboration then you go back and refer to the books of those two imans فنكتفي بهذا القدم و أخلوا قولي هذا وستخل الله لي ولكم ولي المسلمين والمسلمات والحمد لله وبر العالمين و جزاكم الله خيباك باختصار أنصح بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرس على ما ينفعك فهرس على ما ينفعك في أمر العلم والعملي وفي نفسك ورسلتك و أصدقائك والمسجد والمسجد الذي تتغدد عليك الشيخ said that the harif it means you follow this harif this instruction of the Nabi صلى الله عليه وسلم and pay attention and try to go after and pay concern and attention to that thing that's going to benefit you it's going to benefit your family it's going to benefit the friends that you have it's going to benefit the local masjid that you attend أما الشباب وعمة الناس الذين يشغلون أنفسهم بمسائل الجرح والتعديل والكلام في فلان وعلان هؤلاء مثل جماعة التكفير يشتغلون بتكفير فلان وعلان والخوف في هذه الأمور والحق أن التكفير من وصول الإسلام كما تقدم قبل قليل ولكن لا يتكلم فيه إلا من إلا أهل العلم إلا خواص أهل العلم وكذلك التبديع التبديع من وصول الإسلام ولكن لا يتكلم فيه إلا خواص أهل العلم فإذا نزلنا مسائل التكفير بين الشباب فتكون هناك فتنة عظيمة كذلك إذا نزلنا مسائل التبديع بين الشباب والناس تكون هناك فتنة عظيمة الشيخ إخواني قال أسأل المعرفة والمعرفة 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 بشكل وكذلك 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 فتنة عظيمة والمعرفة 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 you have to have التكفير. But who are the people who talk about التكفير? Who are the people responsible for doing it? He said the people who are the أهل العلم, who are qualified, who are competent. He said similar to التكفير, التبديل, saying someone is an innovator, is also from the أصول of الإسلام. And it's not for the regular, average person to talk about it. So, just as a تكفير, if we allow the issue of talking about a تكفير to be the responsibility and to be okay for Shabbat to talk about it, it's going to be fitna. Similar to that, if you allow the issue of a تبديل, he's an innovator, he's an innovator, if you allow that to be the issue that the youngsters engage themselves in and they're the ones who are talking about it, and he says it's going to be a fitna. Thank you, sir. Thank you, sir. The Sheikh said that this individual, this Muslim, in his عقيدة, he was okay. In his عبادة, he was okay. In his behavior, in his صلوك, he is okay. If all of this is the case, he has the right مُرْتَتَةَ of what he believes, then it is not necessary for him to call himself سُنِّي or سَلَفِي. because the goal and the objective of the word itself is to explain what it is. It's not the word that's important, but it's the reality that's important. So he says, nothing wrong with that. But if by saying that, I just want to call myself Muslim, because he's trying to escape accepting the obligation of following the way of the companions, if that's his golden objective, then this is wrong and it's not acceptable. المخالطة والمعاملة مع الناس إما أن تكون على أمر الدنيا يعني البيع والشباء والمعاملات المادية الحياتية فهذه الانسان يتعامل مع كل الفشر على أساس الحق والعدل وعلا أساس الحلال والحوام. The Sheikh, he said, concerning mixing with people المخالطة, mixing with people. Mixing with people in the dunya for the dunya like buying and trading and commerce and selling. Then we mix with the people, we work with the people no matter who they are from the human means. But we work with them based upon principles like truth, justice, equality and dealing with them in the right way أما المقالقة على أساس الدين و بسبب الدين فهذا ينضغ فيه إلى المصلحة سواء كان هذا الشخص كافيا أو كان مبتدعا فإن كان منه خطر على دينك و عقلتتك فإن كان في مخالطتك لها أولئك و نفع لهم من جهة الدعوة و من جهة التعليق و هم قد يقبلون منك و يتأثرون بك فهذه الخلطة إما أنها مستحبة أو قد تكون واجبة عليك الشيخ صحيحة سألتك أن تضغطهم بهم رجلسي و there's going to be some benefit in mixing them with them religiously in that they're going to benefit from you that you give them 다وة they're going to benefit from you that you teach them something they're going to be affected and impacted by you and what you're doing and what you're saying الشيخ قال هذا الطريق معهم أكثر ما يمكنك أن تقول هو أنه مستحبه قاله أنه ممكن أن تتحبه مع هذا الناس هو شيء موجود قد يكون مثلا من أقربائه قد يكون يناصحه قد يكون بينهما أمور دنيوية قد يكون هو يعني مثلا آمنا من شرهم أن لا يؤثر عليه فهذا فيه تفصيل كل إنسان هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن تصرفه فأنا لا أستطيع أن أحكم على شخص بالبدعة والضلال والإنحراف بمجوّد أنني رأيته يسلم على فلان أو يجالس فلان أو يدخل مسجد فلان لا أشك هذا أن هذا من الغلوب ومن التمطع ومن سوء إظنني في المسلمين الشيخ قال إن رقمت إلى النبوة أن يكون في الشركة وأن يقوم بالنبوة وأن يقوم بالنبوة وأن يقوم بالنبوة يقوم بالنبوة أحيانك أن يقوم بالنبوة أن يقوم بالنبوة أحيانا بأن şöyle أنه يقدران براس المسرسة أن يجب أن يسر بجسابك ونحن يجب أن يكون فيجب ذلك حتى المسرسة تليف أن تكون محلسة من جدنين على ذلك المسر ساتف ليسوا بما يعد عنه أما تسيقون قد يسيقون باهم أمريكي بواهم نعلم دمون أنه تعليم ول sposób لأنه بالغلو أنه أخير عن عبادة يسيقون الكلام يمكن أن تقوله أنه سيقون ببطيق من على وجه في السبب من هذا المسجد يسيقونون بمسجد تسيقون في السبب تسيقون ميجب يسيقون وليس يأخذ صعب فهلا مواحد أكيد هذه التسمية جاءت فيما بعد لما ظهرت الفرق صار أهل الحق ينتسبون إلى السنة وإلى الحديث وإلى الأثر وإلى السلف فالإمام الله زاعي رحمه الله تعالى وهو من أتباع التابعين وهو إمام أهل الشام قال في كلمة له قال واتبع سلفك الصالح الشيخي قال no doubt the usage of this description this word came after the people who were the predecessors and it came into existence after the different groups the firak manifested themselves and presented themselves so the people of the sunnah the people of the haq أهل السنة they begin to connect themselves to that which distinguish them from those groups they started to say they were أهل الأثث they started to say they were أهل السنة they said they were أهل الحديد they said they were أهل السلط so they started to use the term when that happened he said an important example from them is الإمام الأوزعي and he's from the أتبع التابعين the third generation he was from الشام and it's recorded that he said follow your سنة and other than him so it goes all the way back for some distance well if this person prays sometimes and he doesn't pray sometimes and he's committing one of the biggest sins in Islam فصلاته تقبل صيامه يقبل لأنه مسلم his سنة is accepted if he prays sometimes and doesn't pray sometimes he's making كبيرا but his سنة is accepted because he's a مسلم أما إذا كان لا يصلي مطلقا as for the one who doesn't pray at all فطبعا لا يدفع عليكم هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة في تكفيره فإن كان لا يصلي مطلقا فلاوجح أنه كافر فإنه صيامه لن يقبل فإنه صيامه is not accepted يعني أبو الأعلى الموضودي المتوف سنة 1979 ميلادية كم ألف تسعمية تسعة وسبعين the person الموضودي is أبو يعلى أبو أعلى أبو الأعلى أبو الأعلى الموضودي died in 1979 نعم هو طبعا مؤسس الجماعة الإسلامية في الهند رحمه الله و هذه الجماعة هي شبيهة بجماعة الإخوان المسلمين في بلاد العوابية موت وقد موت وقد بدأت مجموعة في إنديا يسمى الجماعة الإسلامية وقد بدأت هذا الجماعة الذي بدأت تبدأ تبدأ الإخوان المسلمين في العالم في العالم أما الصلاة في مساجدهم والصلاة خلف إمامهم فلا شك أنها صحيحة ولا شبهة في ذلك فلا شبهة في المسلمين من هذا المسلمين ومن هذا المسلمين ومن هذا المسلمين لا شبهة في المسلمين أن تبدأ في المسلمين مهمة مهمة فهذه الفرقة أو هذه الجماعة ليست عندهم شبكيات وكفيات ونواخذ الإسلام أو العقايد الباطنية ولكن عندهم انحرافات وعندهم أخطاء فينبغي أن يحذر منها فلا شبهة في المسلمين فلا شبهة في المسلمين فلا شبهة في المسلمين فلا شبهة في المسلمين في المسلمة المعينة يقول أنه مذهبه كذا أي أنه هو ذهب في رأيه إلى ترجيح هذا القول أو ترجيح هذا القول أن هذا حرام أو حلال أو مكروه ففل الأصapping في فقط somethin الن究 أن يقام عن في الاسطلاح يعني في المتعواف علينا أن المذهب يستعمل فيroat وإن كان ممكن يستعمل في غيره أما المنهج فهو أوسع من ذلك المنهج هو الطريقة في فهم الشيء أو تناوله أو البحث فيه والاعتقاد فيه As for the manhaj, it is the method, the methodology, the way that you comprehend something the way that you practice that particular thing the way that you are upon a particular thing فعندنا منهج في العقيدة So we have a Torah, a methodology in العقيدة فأهل السنة والجماعة لهم منهج في العقيدة يتبعون الكتاب والسنة وأهل الاعتزان مثلا المعتزلا عنده منهج في العقيدة يتبعون العقل وهكذا عندنا مناهج في كل أبواب الدين قبل اجمال العقل عندنا تكون مناهج في كل اعجل مسنح الكنترية هي اللَّهِي انتسبون للسنة وهم ليسوا من أهل السنة فمثل ال الصوفية ومثل الدباندية ومثل الشاعر مثل الشاعر مثل الشاعر لا يصلى من مرائي لا أقضي في الانتسام ينتسب بالسنة وهو ليس من أهل السنة so what the Sheikh is saying is he's mentioning the Sufis, the Asha'ira and the the Hu's the Diobandis they say that they're from أهل السنة but they're not ولكن إذا قلنا أنه ليس هو من أهل السنة فليس معنى هذا أنه لا يصلي خلفه because we're saying that they're not from أهل السنة doesn't mean that we can't pray behind them, I'm not saying that فأنتبه لهذه النقطة so pay attention to this point يعني عندنا من هو من أهل السنة we have those who are from أهل السنة ومن ينتمي لهذه الفرق and we have those people who will connect themselves to these groups مثل التبليغ الصوفية الدنيبانديا إلى آخر like the Tabligh, the Upandi, Sufis and others من قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل مسلم إلا من تعتقد كفره فلا تصلي خلفه except the individual who you believe he's a non-Muslim so you don't pray behind him فأنا لما أصلي خلف مثلاً الصوفي أعتقد أن هذا الإنسان على منهج خاطئ وهو بعيد عن السنة ولكن لا أعتقد أنه كافر لو أعتقد أنه كافر لو أصلي خلفه so the Sufi the Sufi I believe that what he's believing what he's doing is wrong he's mistaken but I will pray behind him because I don't see him and I don't believe that this individual is a casual ومن قاعدته لسنة والجماعة أنهم يعاملون جميع المسلمين على الساتر فيصالون في مساجدهم ويصالون خلف أئمتهم ولا يسالون and from the principles of Al-Sunna والجماعة is a setr or hiding issues meaning what we pray the messages of the Muslims without asking what do you believe what are you upon we leave it covered we leave it concealed and we pray behind them with their messages إلا إذا ضحى لك شيء واضح بيذ unless something very clear crystal clear became apparent to you and there's a problem you can see with these people نعم اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الله فالخالق البالي ومصور الله لذا الله هو خالق هو البالي هو المصور اللهم نعم من جهد البلا ودرك الشقاء ونرور القضاء وشبات العهداء وكيف أنت في ولا تكا عيب ولا تكا عيب ولا تكا عيب I've been here since 10 o'clock this morning it's now near 10 so 12 hours And Alhumd Ifillahi very very beneficial took a lot of notes And learnt lots today basically بدي ماشاء الله الحمد لله I find it very beneficial ماشاء الله really good very beneficial because I met lots of brazos that I never met before in different races from all over different parts of London كم قابل على عام جام is like the one who's holding the arm to a burning coal يا رجاء أنا إذا انقطعت الأسباب يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا عظيم المن اللهم اعتقد